سلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في حلقة جديدة تحتو على مهارة ومعلومة مفيدة نال إعجابكم إن شاء الله معكم أخوكم محمد زيتاول اليوم سنتكلم عن طريقة عمل التوقيع الإلكتروني في الإيميل وخصوصا في المايكروسوفت Outlook يعني شيء جميل لما ترسل الإيميل لأي شخص يكون أسفل الإيميل الخاص فيك سيجنيتشار معين يحتوي على اسمك منصبك والكونتاكتس نمبر تبعونا خلينا نشاهد كيف الموضوع هنيجع على المايكروسوفت Outlook ومعروف اللي ما بدي أرسل الإيميل رح أجي على New Email الويندو هاي رح تطلع عندي متعود إني أنا أكتب To والSubject إلى آخره وبدي الإيميل هون بتكلم لازم يطلع سيجنيتشار لطيف عندك سيجنيتشار لطيف كيف ممكن أعمله رح أجعل Tools Bar على Signature أضغط وأختار Signature الان أختار New هون بيطلب مني أسمي التوقيع مثلا توقيع الزيتا وتوقيع أحمد توقيع العمل إلى آخره فأنا ممكن أسميه وهذا شيء خياري طبعا لكم هيك سميت التوقيع الان المفروض فيه أحط البادي تبع التوقيع أنا مجهز نص هاي Ctrl V هاي Ctrl V بكل بساطة طيب فيك تعمل انت موديفكيشن معين بنوع الخط حجمه تفاصيله اللون إلى آخره ونقول أوكي لو سكرت الويندو وردت فتحتها مرة ثانية لهي New Email بتلاحظ انه الويندو وردت بساطة الويندو وردت بساطة تبعي يظهر في الويندو تمام لان ممكن أضيف شغلة حلوة جدا برجع على نفس السيجنيتر بختار سيجنيتر بنزل هون بكبس انتر ولو بدي أضيف صورة فباجي أنا على هذه الإشارة أو هاي الشكل بضغط عليها بعمل import لصورة معينة عندي على الجهاز بتنزل الصورة عندي هون ممكن أعمل لها أنا centered أو أضرب انتر هون أنزلها شوية وأقول له أوكي سكر الويندو افتح مرة ثانية New Email شوف الوضع كيف صار عندي صار عندي سيجنيتر احترافي الديتيل استبعوني الجوب تايتل الcontact number والصورة الخاصة فيني هيك انت بكون عملت automatic أو electronic signature على المايكروسوفت Outlook I comment وراحف فيه أسفل الفيديو لا تبقوا لعلينا بلايك subscribe و share وانتظرونا في كل جديد سلام عليكم